في كتاب جميل جدا اسمه عقلك الباطن عقلك الباطن وتحت مبحث مهم جدا عنوانه كيف تستخدم عقلك الباطن للتخلص من الخوف يقول المؤلف جوزيف ميرفي الخوف هو العدو الأخطر للإنسان وهو فكرة في عقلك الخوف فكرة في عقلك وهذا يعني أنك تخشى أفكارك لا يوجد شيء حقيقي تخاف منه أنت فقط تخاف من فكرة في عقلك الفيلسوف الشاعر رالف والد إميرسون يقول افعل الشيء الذي تخشاه وبذلك يصبح موت الخوف مؤكدا نحن نتعامل مع أطفال بحاجة إسعافية منا بحاجة إسعافية منا لأن نكون شجعان في التعامل معهم من غير خوف من المستقبل أن نكون شجعان بحكمة للتعامل معهم هكذا التربية الذكية هي التربية الذكية تعينك على أن تكون شجاع بحكمة مع أطفالك لأن التربية الذكية هي الطرق التربوية الأكثر منطقا وواقعية في دفع قلق الأسر وخوفها في أثناء تعاملها مع مشكلات أبنائها المختلفة وذلك وذلك لأن التربية الذكية تمثل ما هي التربية الذكية هي شهد نتيجة ما خلص إليه العقل البشري من نتائج دقيقة قائمة على البحث العلمي النفسي والتربوي خليكم معنا وتفضلوا سواء نسمع تربية ذكية لماذا يتلفظ أبناؤنا بكلمات بذيئة؟ أبناؤنا بيحكوا كلام بذيئ لأسباب معينة لكن غالبا هم بريئون من هذا الكلام البذيئ هناك قاعدة جميلة جدا تقول لك شان ترتاح أيها الأب الكيم والأم الفاضلة يتقول طفلك بريئ من ذنب الكلام البذيئ الطفل الكلام البذيئ ما له علاقة فيه هو عم يأتي من أماكن أخرى هو يقلد لذلك أول سبب من أسباب قول الكلام البذيئ التقليد التقليد للأسرة الأب والأم أحيانا التقليد للإخوة الأكبر أو الأصغر منه أو التقليد الوسط الاجتماعي الأوسع المدرسة أو الجيران أو مشاكل ذلك أو الأقارب الطفل عم يقلد كما أن الطفل يقلد في أشياء غريبة كالحلاقة وغيرها هو أيضا يقلد في الكلام البذيئ اثنين من أسباب الكلام البذيئ عند أطفال لفت الانتباه الطفل يعني بده يعني يلفت انتباه أهله أنه أنا موجود فبيحكي كلام بذيئ الحقيقة هناك مثل جميل يقول المنزل الممتلل بالأولاد لا يدخلوا الشيطان مجاز هذا المسل المنزل الممتلل بالأولاد لا يدخلوا الشيطان أن الأطفال ما هني سهلين يعني هم عندهم تقنات متقدمة تقنات متقدمة لكي يلفتوا انتباهنا أحد هذه التقنات مع الأسف الشديد الكلام البذيئ من أسباب الكلام البذيئ إرضاء أقرانه أحيانا يعني بده أقرانه يعجب فيه أقرانه بيقولوا كلام بذيئ فهو بيقلدهم شما يطلع شاز أذكر أن صديق لي حاول معي أن يعلمني الدخان كثيرا وبذل جهود كبيرة ومما كان يقوله لي الشب بدون سيجارة مثل المرى بدون سوارة إذن كنت عندي يصير عندي دافئ لأنه أرضيه وأدخن يعني ولكن الله حفظنا حفظ الله وأبنائكم أحد أهم الأسباب التي تلقى الأطفال منها مع الأسف الشديد الكلام بذيئه هو العائلة لأنه عايش معها معظم وقته فشو فيه ثقافة موجودة بالعائلة هذا الطفل يعني يرث هذه الثقافة لذلك يقول الإمام ابن القيم الجوزية أكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا أنت اللي وصلت ابنك لهون أنه الطفل صار عنده كلام بذيء صار يقزب صار ينم صار 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 السبب هي العائلة فالطفل هو مرآ لهذه العائلة هو يعكس أخلاق هذه العائلة وصفاته مع الأسف أيضا أيها السادة الوسط البيئي المؤسسات تعليمية الترفيهية والتلفاز والمدرسة وكل هؤلاء هذا الوسط هو أحد الأسباب الرئيس التي تورث الطفل الكام البذيء من أين يأتي بالكلام البذيء؟ القاموس سبع اللغوي من أين يضيف له هذا الكلام البذيء؟ إذا لم تكن هناك مصادر تعلم مع الأسف الوسط البيئي والعائلة وجماعة الأقران ومشاكل ذلك هو أحد أهم مصادر التعلم السيء للطفل فهذه هي أهم أسباب أن يتعلم أطفالنا الكلام البذيء هكذا نشخص وبعد قليل مع التربية الذكية نعالج إن شاء الله التربية الذكية تقدم لنا وجبة دسمة جدا من النصائح والحلول لن تجد حلول أخرى أنفسه أهم من هذه الحلول لأنها خلاصة العقل البشري خلاصة أبحاث علمية متقدمة كما أن الطب والعسكرة والصناعة وغيره وصلوا إلى هذا التقدم أيضا التربية وصلت إلى التقدم بالبحث العلمي بالمقابلة والاستبانات ووسائل البحث الأخرى الكثيرة الكثيرة والإحصاء وصلت إلى هذه النتيجة التربية الذكية تقدم لك هذه الحلول للتعامل مع مشكلة لسان ابنك البذيء تقول لك التربية الذكية القد والحسنة لما الأب الابن بيشوف الأب بيستخدم كلمات نظيفة طيبة مباركة بيصير قلده والعاكس صحيح اتنين تحييد المصدر السلبي هلا 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 تحييد المصدر السلبي إذن إحنا شفنا ابننا عم يتعلم نولاد الجيران كلام بذيء لأنهن يموم صللين عن نبي وكلامهم بذيء كتير فمنضطر بعد ابننا عن هؤلاء لأنه يتلقى منهم بشكل سلبي وليس لديه معايير عليا من التحكيم القيام والمثل شان ينفي ويرفض هو يقلد بشكل سلبي ثلاث الحرمان سحب الامتياز سحب حب سحب مصروف سحب تدليل معين سحب المشوار بالسيارة سحب النقدم عن الأقارب بنخفف عنه الامتيازات الخمس نجوم نحسشي النجمة من الفندق اللي عايش فيه في البيت من أجل أن نقول له إما تترك الكلام البذيء وإما تنتظرك أيام قاسية من سحب الحرمان الاعتذار أن نعلم الطفل ثقافة الاعتذار ما بينكس 11 خاطره بالعامي وما بينكس الخاطر العظيم إذا علمنا ثقافة الاعتذار ولا نعلم الكبر والتعالي ومن عن قومه تعالى لا ينادى فيما بينهم تعالى بنعلم التواضع بنحكيله عن أخلاق المتواضعين أيها السادة من طرق التربية الذكية في علاج مشكلة الكلام بذيء عند الأطفال تجنب العنف والغضب حكى كلمة بذيئة مثل ما نحن ما بنصفق له بنفس الوقت ما بنعنفه ما بنسبه ما بنشتمه خصوصا إذا يعني علجنا يعني السيء بالسيء ما في فائدة هو النار بدهمي هو قال كلام بذيئة بنقول له كلام بذيئة أكبر أو بنغضب عليه أو بنروه هذا ليس حل أبدا التربية لا تقبله لا من قريب ولا من بعيد من طرق التربية الذكية الذكية في التعامل مع الكلام البذيئ مدحي الكلام الجميل حكى له هيك كلمتين جميلات اتلطف استبدل كلمة سيئة بكلمة جميلة بدل ما قال يلا عن كذا قال حسبنا الله نعم الوكيل إننا لا بنقول ما شاء الله هذا الكلام اللي الله بيحبه ونحن بنحبك إذا كررته نعم التربية الذكية أيضا تقول لك علمه فن الكلام علم ابنك فن الكلام الجميل مثلا الإمام الشافعي عنده تلميس شهير كان اسمه المزني الإمام العظيم صار بعدين الشهيء صاحب المذهب الإمام الشافعي سأل الإمام المزني قال له كيف حديثه فلان كيف حديثه فلان صادق ولا كاذب في رواية الحديث شايف قال له كذب هو كذب هذا الشخص شافعي عتب على الإمام المزني تلميذ وقال له يا مزني لا تقول كذاب قل حديثه ليس بشيء يا مزني اكسوا ألفاظك أحسنها إذا نعلم أطفالنا فن الكلام الجميل أيها السادة نعلم أطفالنا فن الكلام الجميل من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعني علمنا ذلك في مواطن شتى حول اللفظ بتعديل بسيط هو بيقول يلعن يقول حسبنا الله هو بيقول يخرب بيته يقول إن لله وإن رجعون ليش هيك لا تعلم أطفالكم الكلام البذيئ استبدل الكلمة السيئة بس يقول كلمة بذيئة أقوله يا أبني أولا قلت هيك أحسن استبدل أنت أمامه وعلمه الاستبدال التجاهل بس يحكي كلمة بذيئة ليش جلت انتباهك أهمله وأهمله مرة تانية فبيدرك إنه هاي الكلمة ما إلها جدوة ولا إلها فاعلية تجنب تعزيز البذاء بعض الأسر بس نسمع هيك كلمة يعني سيئة وبذيئة وباردة من أبناء فتح عظيم هذا خطأ كبير جدا لأنك تقول له يا أبني كرر هذا الخلق السيئ مرة أخرى من أسباب من أشكال علاجة الكلام البذيئة عند أطفال إظهار الاستياء بالملامح الوجه أو بعض التصرفات كأن تغادر الغرفة أو تطلب منه يغادر الغرفة أو تطلب منه يعني ينفس شيء معين تعويض عما فعل كأن ينظف الغرفة أو مشاكل ذلك مهم أظهر له الاستياء وعدم القبول التعبير الإيجابي عن الغضب يقولون في التربية الذكية التعبير الإيجابي عن الغضب يعني أنه تغضب أنت ولكن بشكل إيجابي وقد بينا ذلك أنا حاول نحصد لكم كل ما قالته التربية الذكية من حلول لعلاج الكلام البذيئة عند الأطفال المكافأة المعنوية والمادية غير رتيبة غير رتيبة المكافأة المعنوية والمادية غير رتيبة ما كل مرة يعني ما بيقول كلام بذيء بنعطيه مكافأة لا خليفة منه هذا واجبه ولكن أحيانا بنعطيه شان نعزز ذلك سواء معنوي أو مادي التوقع المسبق اسمعونا يا إخواننا الكرام في معلش الكلام بذيئة عند الأطفال التوقع المسبق يعني شو التوقع المسبق إذا حسيت ابنك بدي يقول كلام بذيئة بتقول لا ابني لا تقول يا ابني كسف ألفاظك حسنا عيب ما بيصير الكلام بذيئ ما كويس كلام بذيئ بيقلل قيمتك قدام الناس وقدام عند الله سبحانه وتعالى انت بتعرف ابنك أنه بالموقف هذا بدي أقول هاي كلام بذيئة فبتلحق حالك قبل خيالك وبتمنعه من ذلك أخيرا لا تهتم بشكل مثير بهذه الألفاظ حكينا عن التجاهل ومشاكل ذلك يعني خلي ردة الفعل عندك على كلام بذيئ مو هيك قال له ابني ما بيصير الله يرضى هالك ليش هيك مو تقفز يعني من على الطاولة وتجعلها يعني حرب البسوس وداحس والغبرة لا في داعي نتعامل مع الموضوع بهدوء لأن الموضوع صغير وهذا الطفل قابل للتكوين وإن شاء الله سيصبح خيرا منك فاستبشر بالله خيرا مساء دخل الأطفال إلى غرفتهم الجميلة المنونة وجدوا إكراما سخيا وضع لهم في هذه الغرفة تساءلوا ما السبب وإذا بالوايدين الكريمان يدخلان عليهما إنها أسرة مؤمنة مطمئنة دخل الأب إلى تلك الغرفة ثم أشار بإصبعه إلى اللوح الخشب الصغير مفكرت غرفة الأطفال وقد كتب عنوانها ديني يربيني ثم كتب تحتها حديثا نبويا شريفا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار البذاءة من الجفاء والجفاء في النار نظر الأبناء إلى هذا الحديث الشريف وقالوا لأبيهم ماذا تقص علينا في هذا المساء الجميل قال لهم الأب الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسان معاذ بن جبل وقال له يا معاذ أمسك عليك هذا فسأله معاذ متعلما يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بحصائد ألسنتنا بما نتكلم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ختمت تلك السهر الإيمانية الجميلة بحديث شريف نبوي كريم قرأته الأم الفاضلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء هكذا تكون الأسر المؤمنة وهكذا يعالج سوء الأدب في اللسان عند الأطفال هكذا نكون أسرا مطمئنة بإذن الله اللهم احفظ والدا وما ولد